أهلا بيفكم نشرح خرج والد ريم زوجة الفنان حسن شاكوش عن صمته وتحدث عن الخلاف بين بنته والمطلب حسن شاكوش وقال السيد في مداخلة هاتفية مع الأعلامي عمر أديب في برنامج الحكاية أنه سيقوم بتقديم بلاغ ضد موسى شاكوش شقيق الفنان حسن شاكوش وقال ترك السيد والد ريم زوجة فنان حسن شاكوش بالإضافة إلى أنه سيعقد مؤتمر صحفي يوم الثلاث المقبل ليكشف حقيقة الخلاف بين نجلته ريم وبين زوجها المطلب حسن شاكوش وأنه أوعد بكشف مستندات تفسح أعمال حسن شاكوش ورفض التحدث عن الأمر في الوقت الحالي لأنه خضع لعملية جراحية في القلب أو في تصريح خطير لوالد ريم طارق زوجة فنان حسن شاكوش قال أن شقيق حسن شاكوش هددني في رسالة صوتية بفتح ابنتي وقال أن أخوه عنده علاقات متعددة ونفوذ وقال برضو أن سبب الانفصال هو اختلاف في وجهات النظر وأن بنته مش هتقدر تكمل والاختلاف في أسلوب الحياة والطباعة معتبرا أن الاختلاف ظهر بدري وتابع برضو كلامه قال أن بنتي رفضت الوضع اللي شافته فطردها من البيت موضحا أن نفسية ابنته في أفضل حالاتها وتابع شاكوش خد كل حاجة بنتي الشرعية المصوغات الزهبية وقائمة المنقلات وهذا ما نطالب به مضيفا عايزين نخرج بالمعروف رغم التهديد المباشر لشقيق حسن شاكوش بالتشهير